ده بنته البطل بتاع فيلمنا أما ديفها بتكون راديكا والأحداث بتبدأ وتليفون بنته بيرن كتير وبنكي أخته بتروح لقوته لكن بتلاقيه هرب وساعتها بنشوفه بيطلع يجري وبيحاول يبعد عن البيت لأن عنده مبارا في لعبة كبادي وعايز يوصل لصحابه بأي طريقة وده بيكون وزير الداخلية وبيكلم أخو في جندر عشان يستقبل عضو المجلس تشودري ولما بنروح لتشودري بنلاقيه متدايق لأن محدش قبله وبيهدد رجالة الوزير بأنه هيخليهم يندموا ووقتها بنلاقي في جندر جاي بكرسي وبيعد بيوسط الطريق لحد ما بيوصل تشودري بعربيته وبيستغرب من كل تصرفاته وفي جندر بيقول له ما كانش ينفع تهددنا وساعتها بيقتله وبيخلص على الليل أنه فكر يتحداهم وبيرمي وسط الشارع والناس كلها شايفا ولما بييجي الليل بنروح لمباراة كبادي وبنلاقي صحاب بنته خسرانين وهم واقفين ومش عارفين يعملوا ايه لحد ما بيوصل بنته للمكان في اللحظة الأخيرة وبيقرر ينزل ويتحداهم وعايز يفوز بالبطولة ووزير الدخلية بيكون هناك وشايف اللي بيحصل ووقتها بيبدأ النزال ما بينهم لكن كلهم بيمسكوه بيسيطروا عليه لحد ما بيقدر يقوامهم وبيستخدم قوته الكبيرة وفي نهاية الأمر بيفوز بالبطولة وكل الناس بتهنيع على المكسب واصحابه بيكونوا فرحانين وعملين بيحتفلوا وتاني يوم بيكون موجود مع اصحابه وسورته بتنزل في كل الجرائد وساعتها بيشوفوا بلا بيضايق في بنت وعمل بيعكس فيها فبيقرروا يمشوا جانبه وبيفضلوا يتريعوا عليه وهو مش قادر يكلمهم ووقتها بيقف قدامه وبيقولوا لازم تحترم النساء وبيخلي شكله وحش جدا قدام البنت وفي النهاية بيسيبوا يمشي وتاني يوم بيكون في الطريق لكن بيلاقي بلا موجود قصاده وجايب شوية بلطجية عشان يضربوه ويرجع حقه وساعتها بنته بيبدأ يتخلص منهم واحد واحد وبيستخدم مهارته القتالية وبيقضي عليهم ومحدش عارف يقف قدامه وفي النهاية بيمسك باله وبيهينه قدام كل الناس ولما بيرميه لبعيد بينزل للأسف على عربية الشرطة والظابط شكله بيبصله بكل استغراب وبنته واقف ومش عارف يعمل حاجة ووقتها بياخده للبيت بتاعه وبنكتشف انه هو في الاساس ابوه وبعدها بيعوده على الاكل والشكله بينصحه يلاقي وظيفة ويكون انسان محترم وبنته بيعاده بانه هيغير من نفسه ومع الايام بيروح يقابل اصدقائه وبيعرف ان اخو صاحبه هيتجاوز في مدينة مطورة ولازم يسافره قريب ومن ناحية تانية وزير الداخلية بيتكلم مع اخو في جندر وبيخليه يتفرج على فيديو والصحفي ماهيش بيتهم وبقتل عضو المجلس ولما بيوصلوا المؤتمر ماهيش بيسألهم عن الجرائم اللي بيعملوها وفي جندر بيتدايق وبيعرف اسمه وعايز ينتقم والوزير بيؤمر اخو يتخلص من الصحفي ولما بيكون ماشي بيسمع صوت واحدة بتغني وبنكتشف انها راديكا وبيفضل يبصيلها بكل اعجاب وشكله حبها ودخل الدماغه وبعدها واحد من رجالته اسمه كاركي بيعرفه مكان المراسل وبيخضوا بالعربية لحد ما بيوصلوا للبيت بتاعه وساعتها بيرنوا الجرس لكن بيتفاجئ ان راديكا بتفتح الباب وبيكون ساكت وفرحان ان هو شايفها قدامه وبيقرر يروح للعربية بسرعة وبيسيب المكان وبيمشي وراديكا بتقعد مع اهلها وبنكتشف ان ماهيش بيكون اخوها وبنعرف انهم عايزين يصفروها الامريكا لكن هي مش عايزة تسيب الهند او تبعد عنهم وتاني يوم راديكا بتكون في شغلها لكن بتتفاجئ ان في جندر موجود قدامها وبيعرفها ان هو بيحبها وعايز تجوزها ووزير الداخلية بيكون اخوه لكن بترفض كلامه ومش عايزة ترتبط بيه فبيتدايق وبيطلع المسدس من جيبه وبيهددها انه مجرم ومش هتكون لحد غيره وبالرغم من انها خايفة ما بتهتمش بيه وبتسيبه وتمشي وبعدها في جندر بيروح لمهيش الجريدة بتاعته وبيطلب منه ايد اخته وعايز تجوزها لكن بيعترد وبيهدده يبعد عن راديكا وبيقوله قريب جدا هسجينك لانك مجرم وساعتها بيطرده بره المكان وتاني يوم مهيش بيكون في الشارع وفي عربية بتغبطه وبيقع على الارض وبيكون مصاب وبنلاقيهم رجالة في جندر وعايزين يموتوه وهو بيحاول يهرب منهم وللأسف مش عارف ولما بيشوف الشرطة قدامه وبيتحمى فيهم فبنتفاجئ ان في جندر بيظهر في المكان والزباط بينقلبوا عليه وبيهددوا حياته بالموت وفي اللحزة دي في جندر بيقتله وبيتخلص منه عشان فكر يتحدى ولازم يكون عبرة لكل الناس وبعدها الزباط الفسدين بيروحوا البيت مهيش وبيعرفوه من ابنهم انتحر وموت نفسه وده بيخلي راديكا مصدومة وللأسف بيغم عليها وبتنهار وبعدها بيعملوله مراسم الجنازة وكلهم في حالة حزن جديد وعمالين بيعياطوا ومش قادرين يصدقوا للحصل وفي نفس الوقت بنته بيسافر مدينة مطورة وبيحضر فرح اخو صاحبه وبيفضل يرقص ويغني وبيحتفلوا بالمناسبة وكلهم بيكونوا فرحانين ولما بييجي الليل اهل راديكا بيهربوها وعايزينها تسافر مدينة دالهي وبنلاقيها زعلانة وتاني يوم بتكون في المحطة لكن في جندر بيروح لها وهي بتتفاجئ جدا اول ما بتشوفه وفي لحظة ما بتكون خايفة بيمسكها غصب عنها وبيحاول يسيطر عليها وفي نفس الوقت بنته بيوصل للمكان وبيشوف اللي بيحصل ولما بيحاول ينقذها في جندر بيبادو لكن بيتضايق وبيقرر انه هو يضربه بسرعة وبيركب العربية اول ما بيلاقي رجالته عايزين يموتوه وساعتها بيحصل ما بينهم مطاردات في كل المدينة وبيقدر يدمر كل عربياتهم وعايز ينقذ حياته لكن بيتسدم اول ما بيعرف انه ضرب النائف في جندر وحاسس انه ورت نفسه في مشاكل كبيرة جدا ووقتها راديكا بتعرفه انه موت اخوها وعايز يتجوزها غصب عنها وبنشوفها عمالة بتعيط وحس انها مكسورة وهو بيتأثر جدا وبتسعب عليه وبيقول لها انا شكلي ههرب معاكي وبيكرروا ينزلوا من العربية بتاعتهم بسرعة وبيحاول يجري بيها لانهم بيكونوا وراه وعايزين يمسكوهم ووقتها بيقف ضدهم وبيبدأ يضرب فيهم واحد واحد وبيتخلص منهم كلهم وهدفه يحمي راديكا من ايديهم باي شكل وفي النهاية بيلاقي نفسه موجود فوق سطح بيت ومفيش مكان للهروب وساعاتها بيوصل في جندر وبيكون قدامه وبينشوفوا عايزي موته وبنته متفاجئ جدا وبيكرر يوقع راديكا من فوق المبنى وبيقول لهم اللي هيقرب مني هموتها وحياتها بتكون في خطر وفي جندر بيبصلوا بكل استغراب ومتدايق منه وبنته بيخليهم يخلعوا البنانتيل بتاعتهم وبيهين كرامتهم وساعاتها بينزل راديكا من غير اصابات ووقتها بينطوا وراها لحد ما بيقدر يوصلها بسرعة وبيهربوا من المكان وبعدها وزير الداخلية بيوصل لموقعهم وبيهون على اخوه وبيطلب منه يلبس بانطلونه من تاني لكن بيرفض وبيقول لنا هفضل كده لحد ما ترجعها لي وعمال بيلوم في نفسه وحاسس بالاهانة وفي اللحظة دي الشرطة بتقفل المدينة وبتنتشر في كل مكان وهدفها تقبض عليه في اسرع وقت وساعاتها الطريق بيكون واقف وراديكا بتشكر بنته عشان ساعدها وهو بيقول لها تسافر مع مدينة اغرة لحد ما تطلع جواز سفرها الامريكا ولما بينزلوا بيلقوا الشرطة بتدور عليهم فبيقرر ياخدها من ايديها وبيروح يسلمها لهم بسرعة وبيفاهمهم ان حبيبها موجود في العربية هناك وفعلا بيطلعوا يجروا وبيسيبوا لوحده ولما بيوصلوا للعربية بيكتشفوا انه ضحك عليهم واختفى وساعاتها في جندر بيعرف اللي حصل وبيكون متضايق جدا وبنته بيرجع البيت وبيعرف اخته على راديكا وبيحذرها من ان ابوه امه يكتشفوا انها موجودة معاهم وتاني يوم بنروح لمؤتمر انتخابي الوزير الداخلية وبنشوفه بيخطف في الشعب لكن بنتفاجئ ان في جندر بيوصل المكان بالشرطة بتاعه والموقف بيكون محرج وبيقول للناس ان فيه واحد خطف خطبته وبيطلب منهم يرجعوها لي وبيوزع صورتها عليهم وبيكون بلا موجود من ضمنهم وبيحتفظ بالصورة بتاعتها ومن ناحية تانية بنته بيلاقي مع راديكا وبيحاول يهون عليها لانه شايفها زعلانة وبياخدها المكان بعيد وبيفضلوا يرقصوا يغنوا وبيخرجها من جو الاجتائب اللي عايشة فيه وبعدها بتشكر بنته علشان بيحاول يخليها سعيدة وبيكتشف انها نسيت جواز السفر بتاعها في البيت فبيقول لها ناسفر مدينة مطورة وهجبهولك وهي مبسوطة لانه مهتم جدا بيها وتاني يوم ابو شوكلة بيحضر اجتماع مع وزير الداخلية وفيجندر بيأمره يقبض على راديكا لانها موجودة في مدينة اخرى لكن بيعترض على اسلوبه وبيكبره يجاوب على كل اسئلته وفعلا فيجندر بيوافق على كلامه وبعدها بنته بيروح لبيت راديكا فبيتفاجئ ان فيجندر قدامه وبيضربه بالنار وساعتها بيكتشف انها بتحلم فبتكرر تخرج من البيت من غير ما حد يشوفها ولما بتكون في الطريق بلا بيغرقها بالمية وبياخد باله منها كويس ووقتها بتمسك التليفون وهو بيحط صورتها قدامها وبيفضل يديقها وفرحان لامي ومسكها وبنلاقيها خايفة جدا لحد ما بيوصل شوكلة للمكان وبيكرر يضرب فيه وبعدها بيجبر راديكا يوصلها للمكان اللي هي عايزها وساعتها بتاخده لبيته وبتقوله ده منزل جزء المستقبلي وشوكلة بيكون مستغرب جدا من كلامها ولما بيرنه جرس الباب بينكي بتفتح لهم وبنشوفها متفاجأة وشوكلة بيدخل البيت وبيتعامل بشكل طبيعي وراديكا مش فهم حاجة وفي اللحظة دي بنته بيوصل لهم وبيتصد من السر بتاعه انكشف وابو بيقف قدامه وبيكون متضايق جدا وساعتها بيدربه بالقلم وبتقع عصورة راديكا اللي كانت في ملفه وقبل ما يسيطر عليها بنته بياخدها وبيهرب بيها بسرعة ووقتها بلا بيبلغ رجالة في جندر عن مكان راديكا وبيروحوا لزعامهم وعايزينه يلبس البنطلون لانهم وصلوا لحبابته وفي نفس الوقت بنته بيستخبع مع راديكا من الشرطة ومش عايز حد يوصل لها وهي بتبصله بكل استغراب ومش قادرة تسدى ان في حد بيخاف عليها بالشكل ده لحد ما في نهاية الامر بيهرب وبعدها في جندر بيوصل لبيت بنته واول ما شوكلا بيفتح الباب هو بيدخل وبيفضل يدور على حبابته وملهاش وجود وللاسف بيشوف صورة بنته معاه وبيعرف ان هو ابنه ولما بيهددوا شوكلا بانهم هيموتوا عيلته بيتدايق جدا وبيتعصب عليهم وبيعرفهم محدش هيقبض علي ابنه غيره وبيطردهم كلهم برا المكان وتاني يوم بنته بيكون في العربية وبيسلم راديكا جواز السفر بتاعها لحد ما بيروحوا للمطار وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها واتطمنه عليه اول ما توصل ووقتها بيودعها وبيسيب المكان وبيمشي وهي بتبصله وعمله بتعيط لانها حبته ومش عايزة تبعد عنه وساعتها بنته بيشوف الشال بتاعها وبنلاقيه مسكه وبيكون مستغرب وبيفتكر في كل ذكرياته معاها ومشاعره تحركت من ناحيتها وبنلاقي الدموع موجودة في عينيه ولما بيكرر يمشي بيلاقي راديكا رجعاته من تاني وبتعترف له انها بتحبه وبتتمنى تكمل حياتها معاه وساعتها بيتفاجئ من كلامها وهم اللي اتنين بيحضنوا بعض وبيبادلها نفس الشعور وبيكونوا فرحانين لكن في الوقت ده بيوصل شكلة للمكان وبيقف قدامهم وبعدها بنلاقي في جندر داخل عليهم وعايز ياخد حبيبته ولما بيفكر يلمسها بنته بيمنعه بيقرر يتحداه وساعتها ابو بيقمر الشرطة تقبض عليه وبنشوفه عمال بيصرخ عليها وحبيبته بتعيط ومش عارفة تعمل حاجة وبعدها في جندر بياخدها للبيت بتاعه وبيعرفها انهم هيتجاوزوا فبتقوله بنته خلعك البنطلون وما كانش يعرفني فما بالك وهو بيحبني هيعمل فيك ايه وده بيخليه متضايق جدا وبيهددها بانه هيقتله ولما بنروح لإسم الشرطة شكلة بيلوم ابنه علشان ورّت نفسه في المشاكل وبيستغرب ليه مش عايز يسمع كلامه لكن في الوقت ده بيلاقوا في جندر في المكان وهم بيكونوا مستغربين جدا وبيقطع المحضر عشان يخرجوا براءة وساعات هيقتله وبنته بيوافق يروح معاه وبيفكوا الكلبشات من ايديه وساعاتها شكلة بيقوله انا مش قلقان على ابني انا خايف عليك منه وبعدها بنروح لمكان المهرجان والعربية بترمي بنته على الارض ووقتها بيلاقي نفسه ما بين الناس ومش عارف يتصرف ازاي لحد ما بيشوف في جندر موجود قدامه ومعارج جالته ولما الوزير بيحاول يمنعه للاسف بيضربه بالقلم وده بيخليه في حالة صادمة ومتفاجئ جدا وفي جندر بيهدد بنته بانه هيقتله لحد ما بتوصل راديكا للمكان وهم اللي اتنين بيبصوا البعض وفرحانين ووقتها بيفضل يادر فيه وبيخليه مش عارف يدافع عن نفسه ومسيطر عليه بشكل كامل وبعدها بيمسك السكينة وبيموته قدام كل الناس وساعاتها بيرمي على الارض بعد ما بيسايح دمه وراديكا مش قادرة تصدق ان حبيبها بيموت قدام عينيها وفي جندر بياخدها ويمشي وبيحاول بايدها عنه وفي الوقت ده بنته بيستجمع قوته وبيقوم يقف قدامهم من تاني وعايز انتقم وبينشوفه بيضرب فيهم ومحدش عارف يواجه قوته الكبيرة وبيخلص عليهم واحد واحد وكل هدفه ينقص حبيبته من ايديهم باي طريقة لحد ما بيوصل في النهاية الفي جندر ووقتها بينادمه عشان فكر يقرب من حبيبته وهو مش عارف يحمي نفسه او يواجه الغضب بتاعه وفي الاخر بيقضي عليه ويرجع حقه وبيقدر ينتقم ولما بنشوفه موجود مع راديكا بيتفاجئ ان في جندر بيقوم من تاني وبيحاول يقتله لكن بيتدرب بالنار بسرعة وبيقع على الارض قدامهم وكاركي بيبلغ الوزير انه قتل اخو حسب اوامره وبنته راديكا بيكملوا حياتهم مع بعض ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتها وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد اشتركوا في القناة